العولمة هذه العولمة اللي الآن احنا نعيش فيها وخارج اطارها ها تستطيع ان تعيش خارجها او لا تستطيع لا يمكن من قبيل واحد يريد يتكلم ولانا ضرورة ضرورة الاكسجين للتنفس يقول له هاي مو ضرورة شو تقول له هو ما يدري بانه اذا قطعوا عنه الاكسجين شو يصير به يموت بس هو يدري اهمية الاكسجين له ما يدري كونوا على ثقة الان كل الاعزاء الجالسين وغير الجالسين عموما قد يوجد استثناءات هذه من خارج عن التاريخ بينك وبين الله يستطيع ان يعيش ثلاث ساعات او ساعتين من غير الموبايل والاتصال والانترنت ويستطيع ولا يستطيع وكأنه شنو وكأنه ما كل شي وين اصلا ما يدري هو وين يا باش مقبل عشر سنوات يقول بابا صارت جزء شنو مو جزء اصلا جزء المكون الاساسي لحياتي كل انسان من قبيل الكهرباء الان اقطع الكهرباء اقطع الكهرباء يعني الاجهزة يعني كل شيء يعني الحياة يعني الصحة يعني الاعلام يعني التلفزيون يعني العسكر يعني كل شيء بعد يموت ولا يموت ينتهي كل شيء لان كل هذا قائم على ماذا على هذا المصدر للطاقة اعزائي العولمة جزء اساسي ومقوم ما رد اتكلم في المنطقة حتى تقول لي زيدنا هذا مو من فصول الانسان لا اطمئنه من فصول الانسان حاضرا ان العولمة صارت جزء مقوم لحياتنا الفكرية والثقافية والاجتماعية ونحو ذلك ما عندي وقت وإلا كنت اقف عند الاعزة قليلا لبيان اهمية العولمة وماذا تفعل فيها طبعا سوف ابين بعض المصادر للاعزة للمطالعة ولو مطالعة الاجمالية اعزائي اعزائي ما هي العولمة وبماذا تمتاز عن العالمية هاي هو اي نقطة مهمة ستقول لي سيدنا شون ربط البحث لانه احنا معتقدين عند ظهور الامام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه الشريف احنا نعيش القرية الكونية لو نعيش في الدولة وغير دولة يعني الامام سلام الله عليه عندما يأتي يريد ان يقيم العدل في بقعة جغرافية معينة لو يريد ان يقيم العدل وين ها فقط في الكرة الارضية لا لعله عند ظهوره تظهر مخلوقات اخرى وين في كواكب اخرى هو مسؤول عن اقامة العدل فيها او لا ها ليقوم الناس بالقصد اليس كذلك هس الان لابد ان نميز جيدا ان عمله ايضا من قبيل نظرية العولمة اللي موجودة طبعا سأبين ما هي العولمة او لا نظرية اخرى قائمة على اساس العالمية خلي ذهنة كم خلي نعرف العولمة ما هي اول العولمة اعزائي النظام الحديث الان في العالم يقوم على اركان ثلاثة يعني انت الان من تجي الى النظام الذي يحكم الامم المتحدة مثلا او العلاقات بين الدول او الى سمه ما تشاء يقوم على اركان ثلاثة الركن الاول هي الدولة هذا اللي عب نعب هس سواء كانت دولة علمانية لبرالية دينية ديمقراطية استبداد ولكن يوجد نظام ماذا يسمى ماذا ها مؤسسات الدولة مؤسسات ماذا الدولة الدولة بكل تعاريفها بكل تعاريفها وخصوصياتها المعروفة والآن انا فقط احيلكم الى الامسلة حتى لا ندخل في التفاصيل الآن في النتيجة هنا في جمهور الاسلامية دولة في العراق توجد دولة في امريكا توجد دولة في الدول الغربية توجد دولة في الدول شرقية توجد دولة في الصين دولة في روسيا أليست توجد دولة ولها مقوماتها وأسسها إذن الركن الأول في النظام القائم الآن هو ماذا ولهذا عندنا منظمة الأمم المتحدة هذه لترتيب العلاقات بين ماذا أعزائي لترتيب العلاقات بين الدول مو الأمم أبدا لا علاقة لها بالأمم وإنما الدول هي التي ولهذا الدولة فعلت ما تفعل بشعبها تتدخل الأمم المتحدة أبدا لا علاقة لنا ما دامت لهذه الدولة الشرعية وقانونية نحن ماذا نتعامل معها هذا الركن الأول الركن الثاني الأمة الأمة لا بالمعنى القرآني الأمة بمعنى ماذا شعب تلك الدولة يعني المواطن المواطن هسا هذا المواطن يردكون دينه كذا عرق كذا إلى أبدا كل علاقة ما إله وإنما الدولة لها أتباع لها ماذا رعايا سمه ما تشاء ملاه هذا الركن الثاني الركن الثالث أعزائي ماذا الوطن هذا الذي حب الوطن من اللي يفسروه تفسير خطأ يقولون وطن يعني يا وطن ملاه هذا الوطن مع أنه في ذلك الزمان أساسا الوطن الجغرافي إلى معنى أو لا معنى له الوطن في ذلك الزمان وطن فكري اديولوجي ثقافي عقدي لا علاقة له ماذا بالجغرافية والمكان مكان أعزائي فلهذا التفسير الوطن بأنه هذا الوطن مولانا هذا تفسير في غير محل اتركنا مولانا هاي أركان شنو هي ثلاث العولمة تحاولوا أن تذيب هذه الأركان الثلاث بعد توجد دولة أو لا توجد دولة إذا كانت توجد دولة فتوجد دولة شنو شنو ها عالمية أحسنتم يعني دولة واحدة مو أنه أنت ولائك لابد يكون شنو لدولتك الخاصة ماكو دولة خاصة دولة خاصة شنو ولائك إلما لتلك الدولة العالمية هس منهم هؤلاء سأتكلم عنهم ولو إجمالنا عزا الأمر الثاني أن أمة تلك الدولة هو الإنسان بغض النظار عن دينه ثقافته قوميته عقيدته أنا أتعامل معه بما هو شنو ها بما هو إنس يقول بابا هذا مرتبط بثقافة يقول شنو ثقافة الدولة الأصلية التي هي الدولة العالمية تضع له شنو شنو حقوقه وتضع له ثقافته وتضع له آداته وتضع له النموذج الذي لا بد أن يعيش يمشي عليه سيرته يعني شعر مولانا يبقي كاملا لو نصفه يزين ونصفه يبقي مولانا ماذا يفعل من يضع له النظام ها تلك الدولة العالمية مولانا ولهذا كاملا تبدأ بماذا بسحقي كل الثقافات المرتبطة بالأمام وكل العقائد وكل الأفكار وكل النظم الاجتماعية وكل العادات كلها لا بد أن تسحق لصالح من ها لصالح تلك الثقافة التي تضعها الدولة العالمية الأمر الثالث بعد يوجد معنى للوطن أو لا معنى للوطن مولانا فإذا بيني وبين الله إذا صار اكتساح لوطنك اسمه أليف بعد أنت مفروض الدافع عنه لو ما الدافع لعله أنت ارتباطك بذلك الدولة هوي أقوى من ارتباطك بأي دولة بدولتك التي تحكمك ما قدرت أوصل الفكرة إلى الله عزيزي ولا ومن هنا توجد ماذا إذا تذكرون فيما سبق قلنا هذا المعنى قلنا يوجد عندنا الله الواحي الآخرة وقلنا هذه المنظومة الرؤية الكونية موشكين في مقابلها ماذا وضعوا قالوا الإنسان والعاقل والدنيا مولان هؤلاء أيضا فعلوا ذلك يعني محوا هذه الأركان الثلاثة لأجل ماذا ها لأجل الدولة العالمية ولإنسان بشرط ثقافته أو بشرط لا من ثقافته بشرط عقيدته أو بشرط سحق عقيدته بشرط أفكاره وأسسه الفكرية والثقافية أو بشرط لا منها ها بشرط لا منها ولهذا أنتوا الآن تجدون في واقعنا الاجتماعي بيني وبين الله الطفل مولاني مصر عمر عشر سنوات خمسطعة سنة عشرين سنة من جالسا في الأسرة بيني وبين الله هو عد شغل بالأب والأم والأب وين كذا لو عد شغل شن ها بينكم وبين الله ارتباطه وين ارتباطه بأسرته لو ارتباطه بالموبايل فهو اللي دي يوجه هسن مو أنت يصعد إلى السماء أنزل إلى الأرض وما تقدر تسوي شيء الأعزاء أكو أربع خمس مقالات في هذا المجال هذا الكتاب من الكتب المفيدة جدا واقعا مركز دراسات الوحدة العربية قضايا في الفكر المعاصر اللي هي من قبيل صراع الحضارات من قبيل التسامح من قبيل الفلسفة والمدينة ومن قبيل العولمة للدكتور محمد عابد الجابري محمد هناك أعزائي الإخوة اللي يردون يراجعون عند تقريبا أربع خمس مقالات في هذا المجال أنا بيودي أن الأعزاء تحت عنوان العولمة نظام وإديولوجيا العولمة نظام مو هو يا أعزائي هذا النيام أنا بأن اعتباره أسأدري الإخوة مشغولين مصرعهم وقت يطالعون لكن هذا النيام بعد بتعبيرنا كراسات مولانة سندويجات يعني من صفحة 135 إلى صفحة 154 عشرين صفحة مولان أربع أبحاث مختصرة جدا تحت العناوين التالية العولمة أسئلة يجب الوعي بها وقعا من لم يعرفها فهو أمي في عصرنا أمي بعد العولمة تنمية الفوارق وتعميم الفقرة هاي العنوان الثاني العولمة إيديولوجيا العولمة والإمبراطورية العالمية هاي ثلاثة مولانة والرابع أعزائي تحت عنوان العولمة نهاية السياسة هناك الأعزاء اللي يرادون يراجعون في صفحة 147 هذه عبارته كما أشرنا إليها إجمالا يقول أولا مقابل الدولة في النظام الموجود من الذي يحكم أعزائي من الذي يحكم ها سأبين لكم الذي يحكم بعد مو هذه الدولة أو تلك الدولة التي تحكم أو الذي يحكم هي الطبقة تسمى الطبقة العظمى الآن شون عدك انت شنو دولة عظمى هاي الدولة عظمى بعد ما أكمل أكو شنو هي التي تحكم شنو أيضا من هؤلاء هذا إن شاء الله أحاول غدا أبين الآن بعد ما عدي وقت إذن في مقابل الدولة ماذا يوجد ها طبقة عبروا عنها الطبقة وهم ما تنميهم وهو يا كما أشرت في أبحاث سابقة ما يتجاوز عددهم أربع إلى خمسة آلاف شخص ويجتمعون هماتينا سنويا أو كل سنتين مرة مولانا ويتخذون القرارات الأساسية لإدارة العالم العالم أمريكا لابد شي يسوي الغرب لابد شي يسوي منطقة في الشرق الأوسط شي يسوي في الهند شي يسوي طبعا تقول لي يعني يطهم أوامر يقول لا 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 يرتبون الوضع العالمي إعلاميا واقتصاديا وثقافيا فلشكل هو يخرج يستطيع أن يخرج عن النفقة ولا يستطيع ها لا يستطيع عزيز الآن هاي التجربة أمامكم بيني وبين الله أمامكم احنا نعيش ألان وقت انتهى عزيز نعيش ألان أمامكم ألان انظروا إلى العراق وسوريا واليمان ولبنان والسودان وليبيا ماذا فرضوا عليها ها يوم فرضوا عليها شنو القاعدة يوم فرضوا عليها شنو النصر يوم فرضوا عليها شنو الزرقاو يوم فرضوا عليها شنو داعش وهكذا والمنطقة مولانا دتحقق في نظرها انتصارات واقعا هماتينا مضطرة أن تدخل المعركة ولكن في واقعها انتصارات لو تدمير المنطقة كاملة ها استنزاف كامل من يموت في مصلحة من في مصلحة هذه الطبقة العظمى هس من هذا الطرف يموت او ماذا في النتيجة هذا يصرف صحيح لا يقول لي قائل سيدنا يعني دتشكل انت على انه لندافع اقول لا ولكن هو وضعك في نفق كل ما تفعل بضرر شنو ها بضرر مجموعة هذه الامة اللي نسميها الامة الاسلامية خلصت من المتضرر في كل ما وقع في هاي العشرين عام الاخيرة مولانا من المتضرر مولانا ها المسلمون بشيعتهم وسنتهم وعربهم وغير عربهم وقومياتهم المتضرر واخروها مئة سنة الى الخلف مولانا 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 ها الا بها الا بها الطريقة بطريقة الشنو تدمير تدمير كاملا الان انا نموذج عندي لانه بيني موابين احس ماذا ماذا جرى في العراق انتم امامكم الان لا اقل لا اقل لا اقل الاربعين الى خمسين بالمية من العراق عندما وقع بايدي هؤلاء المتطرفين والدواعش مولانا دمر عن بكرة ماذا هذه الان تبنى اش قد يردلها وقت مولانا من امكاناتي ماذا من امكانات هذا الشعب المظلوم الصابر الفقير الممتحن طبعا مو فقط هما دول الجوار مولانا دخلت على الخط لو ما دخلت على الخط مولانا مضطرة ان تدخل على الخط وانا اذا ما تدخل تصل النار الى ماذا اليها مضطرة ان تدخل فصرفت ايضا عشرات المليارات لدفع ماذا لدفع هذا وانتهت ولم تنتهي واطمئن لن تنتهي الان اجدتك جديدة مولانا اجدتك قضية شم قضية القدس هذا الذي اقول اكون تخطيط لأي شيء ها تخطيط استراتيجي مركزي انتم تتصور ماذا انا ارجع واقول واوكرر لانا بكرة يقطعون كلامي يقولون سيد الحيدري يقول ليش دافعنا مولانا لا 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 انا قلت يجب ولكنه كان ينبغي هذه الامكانات وكان ينبغي هذه السروات وكان ينبغي هذا الجهاد يكون لقطع الغدة السرطانية من المنطقة وهي ماذا وهي اسرائيل ولكنه الان فعلنا لها شيئا او لم نفعل اعزائي لو عشر معشار ما قمنا به اذا التطر فيه وازائي هؤلاء الواقعا الحمقى الذين دخلوا بعنوان الجهاد وكذا لو عشر معشار كان امام اسرائيل لقضينا على ماذا لقضينا على اسرائيل ما ادري واضح ولانياهم والحمد لله